وما هي أهم مخرجات اجتماعات الأمكاو التي عقدت هنا في مصر؟ إن مخرجات النقاشات التي أجريت مع مؤتمر الوزراء كان هدفها الأول هو أن نضمن أن يتم الوفاء بكافة الالتزامات بشأن تحقيق أهداف الصحة والصحة العامة مثل قطاع المياه وهو قلب النمو الاقتصادي في إفريقيا حوالي 60% من القدرات الزراعية في العالم وهو الأمر الذي يجعلنا إذا ما حققناه أن نقلل من حجم الاستيراد من الخارج وأيضا لابد من التركيز على إنتاج الطاقة حيث أن كثير من الدول لديها من الطاقة الهايدرومائية هناك حاجة من جانبنا أن نضمن أن لدينا استغلال أنثل لموارد المياه من أجل تحقيق الأمن المائي لإفريقيا وتحقيق الأمن الطاقة أيضا بالشكل الذي يتميز بالكفاءة ويودكون لدينا النظام صحة ذو معايير كبيرة لأجل صالح القارة بأكملها وقد أقررنا أن إفريقيا لا تشارك في الاحترار العالمي بشكل كبير وليس لها تأثير على التغير المناخي لكننا نحن ضحية لذلك فبالتالي لابد أن نضمن أن لدينا صوت يمثلنا أمام المجتمع الدولي أن إفريقيا لديها الحق في التعويض عن الخسائر والأضرار بسبب تداعيات التغير المناخي وكذلك نحن نرغب في أن نضمن أننا يتم تمثيلنا شخصيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لابد أن يكون هناك ممثلين لمفوضية المياه في الجمعية العامة هذه هي المخرجات الأساسية من المؤتمرات والنقاشات وكذلك قمنا بمراجعة عدد من الوثائق التي كتبت وصيغة بشأن هذه التعاهدات